البدائل المستقبلية التي هي عنصر مهم في دراسة المستقبليات تعتمد على معرفة المعطيات التفصيلية في الماضي وفي الحاضر التي ترتبط بالموضوع الذي نريد أن نستكشف مستقبله من هنا صارت في زماننا المعلومة أغلى شيء في وقتنا الحاضر أغلى بضاعة وأغلى سلعة في السوق في يومنا هذا المعلومة المعلومة هي التي تحرك الاقتصاد العالمي المعلومة هي التي تجعل الحكومات مقبلة على استيراد النفط مثلا أو على عدم استيراده المعلومة هي التي تجعل الجيوش ووزارات الدفاع في العالم أن تشتري نوعاً معيناً من الأسلحة والمعلومة هي التي تمنعهم المعلومة هي التي تشعل النار في البورصات العالمية وهي التي تخمد النار فيها المعلومة 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 أغلى سلعة في زماننا هذا في عالم الاقتصاد المعلومة في علم المستقبليات أهم شيء المعطيات الدقيقة التي تأتي من الماضي أو تنبع من الحاضر حينما تتعاضد تلك المعطيات الصحيحة والدقيقة فإننا نستطيع وفقاً للعمل بنظرية البدائل المستقبلية أن نقارب الواقع الذي سيتحقق على الأرض